القانون المدني للأحوال الشخصية خشبت خالص لبنان نعيش كلبنانيين في مجتمع تعددي غير متجانس يتعايش على أرضه 18 مذهبا يسعى كل واحد منها لبسط سيطرته من خلال الأعراف والقوانين التي تفرض من قبل الطائفة ورجال الدين لذا نلاحظ الهوى في تشريع وتطبيق القوانين المبادئ الأساسية في المجتمع الديمقراطي لا تطبق من خلال الإلزام وكونها ديمقراطية يستطيع الفرد الاختيار في تطبيقها أو عدمه فالمساواة تكتسب مثلها مثل العدالة والحرية من هنا ترجع المجتمعات بشكل عام من الاعتماد قانون مدني للأحوال الشخصية كوسيلة لتكريس مفهوم الديمقراطية كون هذا النوع من القوانين يتساوى من خلاله الأفراد في الحقوق والواجبات إذن إلى أي مدى يعتبر القانون المدني في لبنان أساسا لإلغاء الطائفية الطائفية في لبنان متجذرة في نفوس الأفراد بالإضافة إلى تطبيق المحاصصة التي تسمى استثنائيا في لبنان بالديمقراطية توافقية هناك التشريعات والأحكام الروحية الصادرة عن المحاكم الروحية وذلك بحسب كل طائفة من هنا نلاحظ مدى الاختلاف بين الأحكام الروحية إذا أخذنا القوانين الروحية المختلفة نلاحظ أن الحق بالحضانة لدى الطوائف الكاثوليكية بعض الانفصال بين الزوجين ليس له مدى محددة وعمر محدد لممارسة هذا الحق وتترك للمحاكم الروحية حق تقدير المدة وفق ما تراه مناسبا لمصلحة الولد لكن الحضانة تعطى بشكل عام لدى المسلمين السنة إلى الأم لغاية عمر 12 سنة فلا قانون موحد ولا محاكم موحدة بل هناك أحكام لا تعبر سوى عن فكر طائفة وليس بلد فاعتماد القانون المدني للأحوال الشخصية يطيح بالمحاكم والأحكام الطائفية مع القانون المدني للأحوال الشخصية يتم إقرار الزواج المدني الاختياري ومعه تعطى الحرية للأفراد إما بالزواج دينيا تحت جناح الطائفة أو اختيار القانون لعقد الاتحاد بين الأفراد فالطائفية سيف ذو حدين فمن جهة تقوي أفرادا رغم ضعفهم ومن جهة أخرى قد تحاربهم في حال تدخلت المصالح الشخصية لصالح الجهة الظالمة واعتماد القانون المدني يعطي للمرأة دورا كبيرا بصنع القرار ويمكنها من فرض سلطتها داخل المجتمع لتصبح صاحبة القرار لذا تسعى جمعيات عديدة في لبنان لدعم المرأة وتعزيز مكانتها بالإضافة إلى دعم النساء المعنفات وهناك حملات أطلقت منذ سنوات لنزع القدسية عن قوانين الأحوال الشخصية فالقانون المدني للأحوال الشخصية عليها أن يكون بوسط المشرع في لبنان فلا تكفي إزالة المذهب عن الهوية بل عن إخراجات القيد وجميع المستندات التي تظهر الطائفة قيمة الإنسان هي بأعماله وليس بجنسه أو طائفته لأن علينا أن نتساوى جميعا فخصوصية الإيمان أو المعتقدات عليها أن تختلف عن نظرة الأفراد ببعضهم أعمالنا هي أساس احترامنا إذا علينا تقييم الفرد على أساس أعماله والمطالبة بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية لضمانة مستقبل وطن لبنان فهل سيقبل رجال الدين بالتخلي أو تقليص سلطتهم بصالح القانون المدني؟ ترجمة نانسي قنقر